عشان كده تقدر تفهم بوسط كتبه جمال الجمل اللي لسه طالع من المعتقل من أسبوعين تقريبا يعني هو بيوصف شعوره بعدم اهتمامه ولا حتى تأثره بالقضايا بقى الترندات والحاجات زي موت دلالعب عزيز واللافوز في ريال بالمدالية الدهب في الأولمبياد لأنه الراجل شايف أن فيه حاجات أهم وهي المسجونين ظلم اللي بيموتوا في السجن من غير محد يحس بيهم لمجرد أنهم مصرين معارضين للنظام بس بس اقرأ كده جمال الجمل كاتب إيه وانت تفهم المشهد ببساطة قال لك صراحة مؤلمة واعتذار مسبق بكل أسف أنا مش فرحان بفوس في ريال ولا زعلان بموت دلال ولا قادر أشارك في حاجات كتير من اللي بتهم الأغلبية واضح أن عندي مشكلة في الاندماج مع نوعية القضايا والكلام المنتشر في المجتمع أنا شفت سجنة محدش يعرفهم ولا بيهتم بيهم عشان كده بخجة لكتب عن المشهورين لوحدهم وعندي شعور بايخ بالتأثير الكبير والعجز عن التغيير للأسف الأغلبية ماشية مع اللي بيقدر يسوق ويرمي الترند وإحنا يا إما نسكت وننعزل أو نشارك مشاركات رمزية على طريقة العزة والمباركة بفكر في أفضل عمل يناسب الأيام الباقية من عمري والحقيقة أن كل تفكيري حاليا محصور في السجناء المجهولين المحبوسين على زمة قضايا سياسية أستأذنكم شو بقى هو وصل لدرجة من القناعة أنه خلاص هو مش قادر يكمل بالشكل ده وأستأذنكم في الغياب عن فيسبوك حتى أتمكن من ترتيب مشروعي المأمول لخدمة السجناء لعل الله ينعم علينا وعليهم بحياة أكرم وحرية مستحقة واحترامي للجميع ناس كتير دخلت علقت على مبادرة جمال الجمل وشافت أن الحالة دي حالة جاية من واقع مأزوم خلي بالك جمال الجمل نزل مصر وهو عنده على الأقل أمل في أنه ممكن يصلح حاجة جوا بلد وإلا ما كانش يرجع مصر أول ما رجع مصر خدوه استقبلوه بس مش زي السياح الروس كده استقبلوه استقبال شرفي وأقوم دخلينه السجن فطلع بالتجربة دي قاعد كم يوم ولا كم أسبوع جمال الجمل إيه اللي يخلى كاتب بهذا الإبداع وهذه العبقرية وهذا العمق وهذه الثقافة ورجل رجع بلده عشان يخدم بلده ويعرض من جوه إيه اللي يخلي يطلع بعد أسبوعين ثلاثة حالتهم كده إلا أن أنت بتكسره أنت متعمد تكسر الناس دي جوا السجن متعمد تخلي الكاتب والمثقف والناشط والشاب والصحفي يطلعوا مكسورين أرفانين لا عايز يشوف ترند ولا عايز يشوف حاجة وعمل بيقولك بص على الناس المساجين شوف الناس كده قالوا إيه على مبادرة جمال الجمل جانب من التعليقات خلينا نشوف جانب منها كده مواهب بتقوله كلام حضرتك هو الحقيقة للأسف أغلبنا نساق وراء الترند وانشغلنا أو بمعنى أصح شغلنا عن الأهم والأحق أستاذي أقدم اعتذاري وأسفي على نفسي اللي تاهت في تفاهات الحياة علي محمد قال كل الحب والتأدير والاحترام ليك كتير هم من يشاركوك هذا الإحساس بالتقصير وقلة الحيلة والعجز وأنا تمنى أن يغير النظام موقفه من المختلفين معه لأننا جميعا لا نريد إلا الخير لهذا الوطن ولكل من يعيشون على أرضه وندعو الله الجميع بالسلامة أيمن بيقول ناس كتير زي حضرتك وأنا منهم أصابهم الإحباط جهاد عند حضرتك كل الحق هم أولى بالاهتمام منا جميعا فك الله أسرهم لطفي بوركة وبوركة كل ما حولك جيجي بتقوله إنسان والإنسانية لا تتجزأ نتوجع لكل ألم إنساني ومشاركون بقوة في الضعف الإنساني الله المستعان وربنا يعينك ويقدرك حازم بيقوله سننتظر عودة حضرتك ودايما سيكون هناك فقاعات لا أهمية لها لكن تبقى قيمة ما سيقول الأستاذ جمال الجمل وسننت بيقوله معاك كل الحق وهو معاك كل الحق بس معاك كتير برضو من الحزن وخلاصة مشهد عبفي بيتم تصديره للمصريين إن فرحوا يا مصريين والدنيا حلوة والدنيا جميلة وفي الآخر قادي المشهد قادي الخلاصة خلاصة بقى أن كل أغاني الوطنية وحب البلد وكل شعارات تحيا مصر ثلاث مرات أهم حاجة تقولها ثلاث مرات وكل البروباجندة اللي بيعملها إعلام النظام كل يوم مش هتغير شعور مصري بياخد تصريح عشان يزور سينة أو أم وقفة على باب سجن في عز الشمس مش عارفة تدخل تزور ابنها لأنه مجرد معارض سياسي أو معتقل مقهور في سجنه واللي أهروا إن سجنه كان عشان بيحب بلده أو حتى الغلبان اللي اتحارم من رغيف العيش المدعوم عشان البشوات عايزين يطلعوا مصلحة للمصنع بتاعهم على حساب الغلبة